السلام عليكم ورحمة بكم في محاضرة جديدة وياكم الدكتور عمر القيسي واليوم رجعت لكم موضوع جديد اللي هو الدايبات الكيتو أسي دوسز طبعاً رح أغطي هذا الموضوع كمانجمنت لكن قبل ما أبدي بالمانجمنت لازم أطيكم نبذى عن المرض وعن الباثوفيسيولوجي أو الفسلجة الخاصة بهذا المرض حتى نفهمها بالكامل ونفهم لما نعالج ليش دنستخدم هذه العلاجات أو ليش دنعتمد على هذه التراكيز فحتى نفهم الأمور بالكامل لازم نفهم شوي المرض بالبداية ربما الفيديو رح يكون شوي طويل لكن تحملوني على موضوع الفائدة العامة فرح أبدأ بيها طبعاً الدايبات الكيتو أسي دوسز كانت من أحد أعتى المضاعفات الجانبية لمرض السكري وكانت نسبة الوفيات بيها تصل إلى 100% قبل اختراع الإنسولين بعد اختراع الإنسولين تقريباً بعشرينيات من القرن الماضي قلت نسبة الوفيات بشكل كبير جداً لكن لا تزال نسبة بسيطة من عدها تقريباً هي نسبة الوفيات حالياً تصل إلى 2% وأقل حسب البلدان لكن في البلدان النامية قد تصل إلى 2% أو أكثر من اللي عامل من هذا المرض وأكثر هيرجع لخلل في التريتمنت والمانجمنت لأنه نوعاً ما تعتبر المانجمنت فيها صعبة جزئياً ويراد لها هواية معرفة بهواية أمور فربما كان أو راح تصير اخطاء طبية كثيرة ممكن فيها أنه تأدي إلى مضاعفات خطرة هذه المانجمنت شوية دقيقة فلازم نركز بيها ونركز بطريقة تفاعلنا بها دوائياً ولذلك راح أشرح الشرح الجاي اللي هو عبارة عن شرح بسيط فقط الهدف من عنده أنه توصله لكم الفكرة بشكل كبير طيب خلينا نفهم الفكرة وشنو هو أصلاً المسألة اللي صايرة عندنا هي من اسمها دايبتك يعني في حالة السكري وكيتو أسيدوسيز أسيدوسيز معناها تحمض الدم هس راح نفهم هذا كلها وكيتو جاي من الكيتون طيب شنو الفكرة من هذا تحمض الدم الكيتوني في حالة السكري لما الجسم يحتاج طاقة وهذه الطاقة الجسم إذا ما حصلها من مركب الكلوكوز أو السكر راح يلتج الكبد الليفر الليفر الكبد أنه يحولنا الدهون الفري فاتي أسيدس أحولها إلى مركبات تسمى كيتون كيتون باديز مركبات كيتونية هذه المركبات الكيتونية هي ثلاثة مركبات أسيتون ومركب اسمه أسيتو أستيت ومركب أخير اسمه هايدروكسي بيوتوريت هذه الثلاثة مركبات هي تعتبر الكيتون باديز اللي جتتين من تكسر الفري فاتي أسد أو من تكسر الدهون في الكبد طيب شنو فايدتها ليش ديكسر الدهون لأنه هذه لها القدرة الكيتون باديز أنه تدخل دورة الكربس اللي نعرف هي دورة الطاقة تدخل دورة الكربس وبالتالي مباشرة دون المرض بخط الكلوكوز وتكون لك مباشرة ATP مركبات الطاقة الأدينوسين ترايفوسفات فبهذا الشكل الجسم يقدر يعوض عن نقص الطاقة اللي حصل بالكلوكوز من خلال تحطيم الدهون مو فقط الدهون أيضا بعملية يحول البروتينات إلى كيتون باديز وغيرها فينطينة هذا الخط طيب مركبات الكيتون هذه مركبات الكيتون مركبات حامضية وهذه معلومة لازم نعرفها وبالتالي زيادتها بالدم أكيد راح تأدي لك إلي إيش إلى تحمض الدم فهي هذه حالة دايبة كيتو أسيديوسيس طيب هس السبب راح تقول لي شنو ليش صار عندنا دايبة كيتو أسيديوسيس يعني الجسم من يش ماذا يستغل للغلوكوز هو واضح المريض مصاب بالدايبيتس السكري الإنسولين أو هرمون الإنسولين هرمون الإنسولين هذا الهرمون راح يؤدينا بالجسم وظيفة مهمة وهو أنه يوقفنا الخط الكيتوني من الفريفاتي أسد يوقفنا تكوين الأجسام الكيتونية من تكسر الدهون وراح يعملنا على إيش أنه الغلوكوز زايد بالدم راح يدخل للخلايا للسيلز وبالتالي تدريجيا راح يؤدينا أن الغلوكوز بالدم يقل والخلايا راح تأخذ حاجتها من الطاقة من الغلوكوز اللي راح يصير شنو مريض السكري لما يصير عنده نقص حاد بالإنسولين فإنسولين ما عندنا وبالتالي الغلوكوز راح يظل زايد بالدم وراح يزيد بشكل مطرد أو كبير جدا وبنفس الوقت ما عندنا طريقة توقفنا تحول الفريفاتي أسد إلى كيتون الجسم محتاج طاقة وما راح يقدر يأخذ شيء من الغلوكوز فالطريقة الوحيدة الكبد راح يعملها أنه راح يحول لك كيتون فبهذه الحالة راح يزداد عندنا طبعا راح يروح تأثير الإنسولين اللي كان يوقفنا تحول الكيتون أو يوقفنا تكوين الكيتون وبالتالي الكيتون راح تزداد بشكل كبير جدا فهي هذه الحقيقة السبب مشكلة بالإنسولين أدتنا إلى هذه الحالة ممكن أحد يقول لي أو يسألني دكتور هي فقط في مرضى السكري تصير هذه الحالة أنه يزداد الكيتون ما تصبح في مرضى ثانية ما يصعدهم هذه الحالة بل أكيد اللي يصعدهم الكحولزم أو يعني يأخذون كميات كبيرة من الكحول هذا أين راح يأدي لهم إلى نقص بالطاقة وأدي لهم إلى تكون الفريفاتي أسد وتحولها إلى كيتون هذا لازم نعرفه مرضى اللي يعانون من مجاعة طبعا نتيجة للنقص الحاد بنسبة البلوكوز لأنهم أصلا ما دا يتناولون غذاء كافي كاربوهايدرات ما عندهم وبالتالي راح يتحول لنا هذا الشي فرح سعندك كيتو أسيدوسيس المرأة الحام المرات لحاجتها إلى الطاقة ممكن يصير عدها زيادة بالكيتون لكن هذه الزيادة راح تكون جزئية لأنه لا يزال أكو مخزون إنسولين موجود في الجسم هذا الإنسولين راح يوقف لك تحول إلى كيتون باديز لكن مرضى السكر اللي عندهم نقص حاد بالإنسولين هذا اللي راح يصير أخطر حالة أو هذا راح تكون أخطر حالة لأنه هذا الخط راح يستمر بالعمل ما دام ما يكون إنسولين وبالتالي زيادة كبيرة جدا بالكيتون باديز راح تأدي لك إلى تحمط شديد بالدم وراح تأدي لك لكل المشاكل اللي راح تجي فالعبرة من المسألة كلها هي الإنسولين وليس نسبة البلوكوز بالدم اللي هي نسبة البلوكوز راح تكون عالية جدا طبعا أكيد لكن الفكرة هي بالإنسولين طيب من راح يصير يا مرضى من أنواع السكر اللي راح يصير على دم دائبة كيتو أسيوسيوس طبعا أكثر الوقت هي تايب ون أو المصابين بالنوع الأول من السكري اللي اللي عدهم من نسبة الإنسولين قليلة جدا أو بنكرياس ماذا ينتج إنسولين وبالتالي فأكيد راح يصير عدهم دائبة كيتو أسيوسيوس هما ذول الأكثر متعرضين من هذول أكثر الأطفال لأن هما أكثر مصابين بالتايب ون وهما أكثر متعرضين لهذه الحالة طيب من و بعدهم يأتي طبعا التايب تو ممكن يجي شخص قال شوية معلومات عن الموضوع يتصور أنه تايب 2 من الديابيتس ما يصبح لديهم كيتو أسيدوز وهذه المعلومة خاطئة تايب 2 صحيح أقل نسبة حدوث من تايب 1 أو من نوع الأول ليش لأنه تايب 2 أو النوع الثاني من السكري هما اللي عندهم مقاومة في المستقبلات للإنسولين فبالتالي عندهم نسبة من الإنسولين ممكن تكون كافية أنه تمنع حدوث هذا الباثوي أو هذا الخروج لأن العبرة ليس بالنسبة للغلوكوزة زائد من الدم العبرة بالإنسولين وجودها يمنع هذه الحالة فبالتالي تايب 2 على أكثر عندهم إنسولين ولو بكميات ممكن مدى بعيد البنكرياس ما موفي لكن ممكن يكون عندهم فليش يصير عندهم هذه الحالة؟ هذه الحالة تصير بالتايب 2 إذا زادت الرزيستنس للإنسولين بشكل عالي جدا وبالتالي راح تأدي لك إلى هذه الحالة لأن المستقبلت أيضا ما راح تستقبل الإنسولين فصار وجودها مثل عدمها ونفس الوقت إذا كانت رزيستنس عالي جدا ونفس الوقت إذا المريض سواء تايب 1 أو تايب 2 دخل بسترس سترس شديد البدي يدخل بسترس يعني قصدي مو أنه شوية صارت لمشاكل القصد يعني دخل البدي بسترس شديد مثل انفكشن وغيرها عوامل مرضية انصاب ببكتيريا شيء امراض انفكشنز أدت إلى هذه الحالة هاذي راح يصير عندك في هذه الحالة لما يتعرض لسترس شديد راح تزداد عندنا الهرمونات المسؤولة عن هذه الحالة مثل الكورتيزول وغيرها وبالتالي هذه الهرمونات تعاكس الانسولين وبالتالي راح تأدي لك إلى دايباتك كيتو أسيدوسيس فنتذكر في حالة السترس الشديد لمرض السكري ممكن يصير عندك دايباتك كيتو أسيدوسيس وهذه أكثر الحالات وغلبها حالات انفكشن سبسيس تعفون ديم غيرها من الحالات فهذا نتذكره اللي ممكن تصير في هذه الحالة يتحول لك إلى دايباتك كيتو أسيدوسيس فالتايب 1 أو تايب 2 ثاناتهم معرضين للدايباتك كيتو أسيدوسيس طيب فهذا شنو اللي صار انه خلاص انسولين انت قليل عندك وبالتالي طبعا أيضاً عدم التزام بالأدوي ممكن يؤدي لك له هذه الحالة في التياب 1 أو تايب 2 المريض ما ياخذ انسولين لما يحتاج الانسولين بصدق طبيب مستقبل تؤدي لك إلى دايباتك كيتو أسيدوسيس أول من يتشخص السكري ممكن يعرف عنده سكري ممكن يأخذ أنسولين ممكن يحدätta مباشرة في هذه الحالة فهذه حالات عامة للدايباتك كيتو أسيدوسيس طيب لما الانسولين قلل ق Willie 2019 الزاد وصار عندنا تحموض بالدم. خلينا عرف شوية معلومات البي اتش الطبيعي اللي هو مقياس الحموضة الطبيعي في الدم من 7.35 إلى 7.45 أسف 45 البي اتش هو شنو كان مقياس الهايدروجين طبعا من صفر إلى البي اتش من صفر إلى 14 المتعادل يكون 7 جسمنا يميل أنه يكون شوية قاعدي ضيب. أي شيء أقل من 7.3 100% هذا حموضي أسيدوسيز. فالبي اتش راح يكون في هؤلاء المرضى أقل من 7.3 في حالات دابة كيتو أسيدوسيز. ليش البي اتش قليل؟ لأنه قلنا تحموض بالدم من المسؤول عن القلة بالبي اتش زيادة الكيتون باديز تمام؟ زيادة الكيتون باديز طيب لما البي اتش أو الحموضة اتقل بهذا الشكل شنو اللي راح يصير؟ شنو المشاكل اللي راح تصير؟ أول شي راح نشوف نقص حاد أو راح اتقل عندك نسبة الباي كاربونايت راح اتقل نسبة الباي كاربونايت ليش راح اتقل نسبة الباي كاربونايت؟ الباي كاربونايت مركب قاعدي راح يحاول يوازن أو يعادل الحموضية فبالتالي في عملية الموازنة كبوفر سيستم كنظام موازنة راح تخسر كمية كبيرة من الباي كاربونايت ستكون أكثر من أربعمائة خمسمائة ستمائة قسم يوصلون لحد الألف طبعا هنا القصد ملي جرام على دي سي لتر لأنه هناك قياس بالملي مور أيضا هذا القصد اتقل البلوكوز الطبيعي طبعا بدهم كمعدل من سبعين إلى مئة وعشرين ملي جرام على دي سي لتر فرح نلقى زيادة كبيرة بالقلوكوز قسم المواجعة يقول لك لا ممكن نعتبرها من ميتين وخمسين هي نفس الفكرة بس الفكرة زيادة عالية بالقلوكوز أكثر من الطبيعي طبعا هم مرضى سكري فهذا راح نشوفه فهذا نسبة زيادة بالقلوكوز عالية نسبة زيادة بالأسيتون وأيضا راح نلاحظ حالة الهايبر كيليمية أو زيادة بالبوتاسيوم بالدم ليش يصير هذا الشي طيب خلي أمسح شوية أو ممكن أشرحها في الجنب ليش يصير هذه الحالة لما عندك الخلايا الخلايا دائما داخلها آيون موجب البوتاسيوم أكثر من خارج الخلية فهذه الخلايا فلنفرض هذا الدم الدم لما تصير حالة أسيدوسز راح يحتوي على هايدروجين عالي لأن الأسيدوسز هي زيادة في آيون الهايدروجين الموجب فالخلايا راح تحاول تساعد الجسم شو راح تقدر تساعدها راح تأخذ الهايدروجين وتدخلها داخل الخلايا وبالتالي راح تخلص الدم فتحاول تقل الأسيدوسز أنه تخلص من الهايدروجين بس المشكلة راح يصير أن الجسم عنده حالة توازن آيوني يعني أنت أخذت آيون موجب راح تنطي آيون موجب بالمقابل للدم فراح تفقد بوتاسيوم من الخلايا وتنقلها للدم فهذا في البداية راح يسوي لك هايبر أصف هذا مكتب هايبر كيليميا اللي هي زيادة البوتاسيوم بالدم فالبوتاسيوم راح يكون عالي البوتاسيوم طبعا بالجسم من 3.5 إلى 5 تقريبا ميلي فراح نلاحظ زيادة في البوتاسيوم طبعا هذه زيادة تخصل ويعي حالة أسيدوسز مو فقط في حالة دايباتك كيثو أسيدوسز لكن هذه الزيادة بعدين راح تتحول إلى نقصان في التوتال بادي بوتاسيوم ليش هسا راح نفهم راح يصير عندنا طبعا نتيجة للزيادة العالية نتيجة للزيادة العالية بالغلوكوز الغلوكوز هو يشتغل كعامل جاذب للماء نسميه عنده يزيد الأوزموتك بروشور يزيد الضغط التناظحي هذا السكر راح يمتص الماء وبالتالي لما السكر راح يزداد قسم كبير من عنده راح ينطرح باليورن بالبول راح الكلية تحاول تطرحها لما تطرحها لما ينطرح البلوكوز بالكلية الجسم راح بسبب هذا البلوكوز راح يفقد ماء كثير لأنه أنت من راح تطرحها راح يسحب ماء كثير فراح إيش يزيد لك طرح الماء ومن المقابل أيضا راح أيضا نتيجة لإيش زيادة التبول أيضا راح يبدأ نفقد أملاح مثل أملاح الصوديوم أملاح البوتاسيوم أملاح الفوسفات فهذا البوتاسيوم اللي احنا خليناه زاد بالبداية بالدم راح نبدأ نفقده في اليورن بحالة نسميها أوزموتك أوزموتك داياريسيز أوزموتك داياريسيز يعني البول النفحي لأنه هذا الجلوكوز راح يمتص الماء فبالتالي راح يخرج بالبول راح ياخذوا ماء كمية كبيرة من الماء وأيضا أملاح راح نفقدها مثل الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفات وبالتالي راح نلقى أنه في الدم في الدم راح نبدأ نلقى في البلود راح نبدأ نفقد الصوديوم نفقد البوتاسيوم نفقد الفوسفات ولن ننسى أنه هذا البوتاسيوم اللي فقدناه هو بالحقيقة بوتاسيوم كان الجسم محتفظه لآخر الخلائق فلذلك التوتال بدي بوتاسيوم كونسنتراشن أو تركيز البوتاسيوم بالجسم راح يبدأ ينخفظ بشكل عام وأيضا الصوديوم انخفظ والفوسفات طيب واحد راح يقول لي شون المشكلة إذا انخفظ الصوديوم لما ينخفظ الصوديوم الصوديوم أيضا من العوامل اللي نسميها أو عوامل اللي تزيد لك الضغط التناضح داخل الدم الوزموتكي براشر وبالتالي تسحب لك الماء من الأنسجة يعني الصوديوم لما يكون موجود بتركيز عالي بالدم الصوديوم راح يسحب لك الماء باتجاه الدم ويمنع تراكمه بالأنسجة وبالتالي يمنع لك حالة حدوث الوذمة أو الأديمة طيب إذا الصوديوم بدأ يقل فتصور واضح ممكن شو راح يصير عندك لما يصير عندك هايبوناتريمية لما الصوديوم قليل جدا بالدم فكمية أكبر من الصوديوم راح تعبر وتروح إلى أجزاء الجسم وراح تسوي لك أديمة بمختلف أعضاء الجسم وأخطر مكان ممكن تسوي لك إياه وهذا أيضا من المشاكل اللي تصير في الكيتو أسيدوسيز اللي هي سريبرال أديمة يعني تسوي لك أديمة بالدماغ أو وذمة بالدماغ راح ينتفخ الدماغ نتيجة ليش لأنه الماء راح يتسرب ويروح للدماغ طبعا الدماغ راح يحاول يعمل نوع من أنواع الكومبنسيشن أو التعويض أنه يطرح كثير من المواد اللي تحافظ على الضغط التناضحة داخل الخلايا حتى يفقد سوائل فراح تصير عندك خربطة في التوازن يعني داخل خلايا الدماغ وهذه حالة من أخطر الحالات في الكيتو أسيدوسيز فلنذكر أن المريض راح يفقد صوديوم وبالتالي راح يتحول إلى أديمة في اليورن وطبعا الآيون البوتاسيوم مهم جدا في القلب لأنه انخفاضه بشكل كبير يعني راح يصبح عندك هايبوكاليمي بشكل كبير ممكن يؤدي لك إلى حالات من حالات الأرثمية أو عدم انتظام ضربات القلب الشديدة وخاصة فنتريكلر أرثمية يعني يصبح مشاكل في البطينات وعدم انتظام شديد في ضربات القلب في البطينات وممكن تؤدي لك إلى وفاة المريض فلذلك هذه الأمور لازم نخلي بالنا من عدها فنجي أمت بالموضوع بشكل كامل صارت عندك مشكلة بالإنسولين أدت لك إلى أنه الكبد يحول الدهون إلى كيتون باديز زاد عندك الكيتون باديز زيادت لك الحامضية وبالتالي قل البي اتش بالدم والبي اتش لما قل وهذه الكيتون باديز اللي حاول الجسم يعوضها من خلال أنه يعادل هوية البايكربونيت خسرنا بايكربونيت كثير قلت أكثر من 15 زاد لغلوكوز أكثر من 250 وصار عندنا هايبركاليمية لأن الجسم راضي عوض وطبعا بالأخير خسرها وتحولت إلى هايبوكاليمية لأنه بدنا نخسرها في اليورن وأيضا خسرنا صوديوم في اليورن وخسرنا فوسفات وهذا الفوسفات مهم لأنه مسؤول عن تكوين ATP أو الطاقة إلى فكرة راح نجيها في الأخير فلنذكر هذا بشكل سريع للي صار عندنا بالدايبة كيتو أسيدوسيز طيب بقى هنا نقطة إذا وضحها هذا الأسيدوسيز هذه حالة الأسيدوسيز هذه الحالة نوعها N-ion gap gap أسيدوسيز وهذه لازم مهمة نعرفها حتنميزها من حالات تحمض دم ثانية في حالة الكيتو أسيدوسيز يكون نوع التحمض N-ion gap فحتى تتأكد أنه عندك في مرض مريض السكري كيتو أسيدوسيز بسبب الدايبة كيتو أسيدوسيز ليس سبب ثاني أدى لك إلى تحمض الدم تذكر هذا N-ion gap Keto Acidosis وهذه علامة مهمة عليه ليش؟ ما قصدي N-ion gap N-ion gap هو قصدي الفرق بين الآيونات الموجبة بالدم والآيونات السالبة N-ion يعني سالب و gap يعني فجوة يعني هنا قلة في الآيونات السالبة يصبح في حالة هذه الحالة أو في حالة التحمض بسبب الكيتون قلة في الآيونات السالبة ليش؟ لأن أغلب الوايونات راح تستهلك في التعادل مع الكيتون باديز وبالتالي هذه الحالة تنطقيك أنايون gap Keto Acidosis واضح؟ فأسيدوسيز من نوع الأنايون gap شنو راح نميزه؟ راح نجمع الآيونات الموجبة ممثلة منه آيونات السوديوم نطرح هذا فمو نجمع ناقصا الآيونات السالبة واحد راح يقول لي أنه السوديوم مو فقط هو الوحيد الموجب نعم الآيونات البقية البويتاسيوم وغيرها وبالأخص البويتاسيوم عنده نسبة وجود لكن ضئيلة جدا مقاطنة بالصوديوم ولذلك يهمل ويأخذ كآيونات الموجب الأشمل في الدم فرح نطرح من عنده الكلور السالب الشحنة زائدا البايكاربونايت السالبة الشحنة فلما نكتب نسبة الكلور شون عرفناها؟ أخذنا فحص الدم اللي هو اللي يسمى Basic Metabolic Panel وشوفنا الكترولايت الشوارد الموجودة بالدم فرح نفحص أو نحق تركيز البايكاربونايت نجمعه يالكلور ونطرح من تركيز السوديوم وبالتالي راح يبقى عندنا نسبة معينة ورح يطلع لك رقم معين هذا الرقم المفروض يكون من 3 إلى 11 وكمعدل طبعا كمعدل كمعدل 6 في الأشخاص يعني الفرق بين آيونة الموجبة والسالبة بالدم إذا صار عندك أكثر يعني طلع أكثر من إذا عندك فإذا عندك يعني البي اتش أقل من 7.3 وعندك أنايون قاب فتوقع في مرضى السكري هذا دايباتك كيتو أسيدوسيز وهذه علامة مهمة فراح أكتب عندها نجمة فنذكر هذا نوع أنايون قاب أسيدوسيز تمام؟ يعني في عندنا في عندنا نورمال أنايون قاب أسيدوسيز لكن هنا أنا عندنا أكثر أو أنايون قاب أسيدوسيز فهذا نذكرها في حالة دايباتك كيتو أسيدوسيز طيب الدايغنوسيز أول شي رح نبدأ بالSign والSymptoms بعدين رح نبدأ باللابس يعني بالأعراض على المريض شون تشك إنه هذا المريض السكري عند دايباتك كيتو أسيدوسيز وبعدين رح نروح إلى شون تتأكد من خلال المختبر اش رح تشوف باللابس طيب فرح نبدأ من السين والSymptoms أو من الأعراض على المريض أغلب هؤلاء المرضى راح يجوكوا اعراف ديهايدرايشن ديهايدرايشن جفاف لان راح يخصون كمية كبيرة من الماء بالأوزموتك دايريس لان السكر هذا اللي راح يخرج في البول من الكلية راح ياخذ مع كمية كبيرة من الماء فراح يصير عندهم ديهايدرايشن وممكن يصير ايضا عندهم هايبوتنشن انه ينزل البلد برشور او ضخط الدم وهذا راح يعدلهم الى هايبوتنشن ممكن راح يجوك عندهم نوزيا وقسم من عندهم وفوميتنشن نتيجة لحالة التحمض راح يساعدهم رغبة في التقيئ وغثيان راح يساعدهم لان راح يتأثر حالة التحمض على مستقبلات الهايدروجين بالدماغ وممكن تؤدي الى هذه الحالة وهي حالة اغلب حالات الاسيدوسيز او حالة التحمض الدم يؤدي لك لانوزيا وفوميتنشن قسم كبير من المرضى ايضا راح يجوك وهي شي مميز لهم طريقة بريثينج او طريقة تنفس اسمها كوز كوزمال بريثينج شو نقصد من الكوزمال بريثينج يعني المريض يبدأ ياخذ نفس عميق وبشكل متكرر حتى يتخلص من ثناء اوكسيد الكربون اكثر فيساوي لك حالة هايبر طبعا ليش راح يصير هذا الشيء هذه طريقة من طرق الجسم حتى يتخلص من الحموض من الاسيدوسيز كيف انو يتخلص من ثناء اوكسيد الكربون بشكل اكثر بطريقة الكوزمال بريثينج وبالتالي يؤدي لك تحول خط طبعا نحن عندنا معادلة سي او تو زائد اج تو او ينطيني مركب مفكك اللي هو سي او ثري اللي هذا ايضا راح يتفكك الى هايدروجين زائد فبالتالي احنا اذا طلحنا اكثر ثنا اكثر اكيد الخط سيتجه بهذا الاتجاه اغلب هذا الهايدروجين سيتحول الى هذا الحامض و بعدين هذا الحامض سيتحول الى ماء فرح نحول الهايدروجين إلى ماء وبالتالي رح نخلص الحموضة لكن رح تجي هذه الطريقة على حساب مهم على حساب نسبة ثنائي أكسيل كاربون بالدم أو الضغط الجزائي الثنائي أكسيل كاربون بالدم اللي هو شقد الضغط الجزائي الثنائي أكسيل كاربون بالدم تقريبا من 35 إلى 45 مليمتر زئبق طيب ليش تتصر هذه الحالة الجسم يحاول من خلال هذه الحالة هذا جزء من نظام نسمي بفور سيستم اللي هو نظام توازن الحموضة والقاعدية في الدم فيحاول يخلص لك من الهايدروجين يحاوله إلى ماء فلازم يطرح ثنائي أكسيل كاربون أكثر حتى يمشي التفاعل بهذا الاتجاه فحتى يعمل هذا الشيء لازم تزيد التهوية بالرئة فيصبح عندك هايبرفنتليشن هذه علامة مميزة أيضا للي عدهم أسيدوسيز وبالخص في حالة الدابة كيتو أسيدوسيز رح يصير أيضا عدهم لأنه عدهم طبعا عراف ديهايدريشن راح الميوكس ممبراينز أو الأخشى المخاطئة راح تكون متيبسة راح يصير عدهم حالة بولي يوريا نتيجة لخروج كمية كبيرة من الماء في اليورين بسبب أنه السكر دا يمتصها وأيضا بولي ديبسيا اللي هي شنو العطش الشديد ليش؟ لأنه دا يفقدون سوال فراح صاردهم عطش شديد وراح يصير عدهم بولي فيجيا اللي هي شنو رغبة في أنه يأكلون كميات كبيرة لأنه حتى جسمهم نتيجة لنقص الإنسولين يحس أصلا عدهم نقص في الجلوكوز بالطاقة في حاول يعوضهم من خلال الأكد لكن هي المشكلة عدهم أنه أصلا مشكة بالإنسولين فراح يصيرهم بولي ديبسيا، بوليفيجيا، بوليوريا يعني زيادة بالتبول، زيادة بالرغبة أو العطش نتيجة لخسران السوائل، الماء، بوليفيجيا أنه حتى يعوضون عن الطاقة فهذه أغلب الأعراض اللي راح تلقوها فالمينتال كونشيسنس أو الواعي ممكن يكون عادي طبيعي وممكن يكون شوية رايح فحسب الحالات لكن ممكن أيضا يصل لحد الكومة في بعض الأحوال فيعتمد على حسب السيفوريتي يعني يتغير المينتال كونشيسنس، المينتال ستاتس تتغير حسب الحالة لكن ممكن من سيفير تؤدي لك إلى حتى في بعض الحالة إلى كومة أو غيبوبة، فممكن بسيطة جدا ألترد منتال ستاتس، يعني شوية تغيرت الحالة الذهنية ومرات شوية أكثر وممكن أيضا في الحالات الشديدة توصل لحد الكومة فهذه مهمة بالنسبة للسان والسيمتم طيب بالنسبة للنتاج المختبرية لفحص الدم راح نشوف راح نشوف سيادة بنسبة الجلوكوس طبعا كبيرة راح نلقي أكثر من 250 ميلي جرام على دي سي ليتر طبعا قلنا الطبيعي من 70 إلى 120 بهذه الحدود لكن راح نلقي هنا زيادة كبيرة طبعا هذه زيادة ممكن تصل إلى 300 400 600 أكثر من هذا الحد حتى 800 ألف فنذكر بلازما كلوكوز راح يكون عالي جدا فهذه الدلالة لكن ملاحظة مرات في بعض الحالات يكون البلازما كلوكوز نورمل وأيضا ما ستشوف زيادة كبيرة بالكيتونز وغيرها فأيضا شخص دائبتك كيتو أسيدوسيز مو دائما أنه الكلوكوز راح يكون عالي لكن معظم الحالات أو خلي نقول 99% من الحالات هي الكلوكوز اللي يكون بها عالي في حالة دائبتك كيتو أسيدوسيز حالات نادرة يكون السكر طبيعي أو خلي نقول بحدود قريبة من الطبيعي مو جدا عالي يعني مواصل 250 في حالات قليلة الأكل الأغلبية أكثر من 250 بلاد بري اتش أكثر الوقت هو أقل من 7.3 لكن ممكن يصل إلى أقل بكثير من 7 ممكن يصل إلى 6 6.7 هذه حالات الشديدة جدا طبعا هذه الأرقام المختبرية على حسب شدتها على حسب السيفيرتي أو على حسب الشدة للدائبتك كيتو أسيدوسيز لأنه يكون تقسيمة يقسموها بعض الكتب بين مائلد ومودريت وسيفير بين خلي نقول ضعيفة ومتوسطة وشديدة فكل ما زادت الأعداد أو بالأحرم بالنسبة للبي اتش كل ما قل يعني الحالة صارت شديدة يعني أنت 7.3 حالتك أحسن من 7.1 أحسن من 6.8 بهذا الشكل فكل ما نزل البي اتش إذا الحالة صارت خطيرة أكثر نفس الشيء الجلوكوز يعني تقدر تعتبره ما هو العامل المثالي المحدد للدائبتك كيتو أسيدوسيز لكن البلد بي اتش مهم جدا البايكاربونيت في معظم الحالات نلقاها بينه 15 أقل من 15 أو 18 إلى 15 فما دون يعني مو أكثر أقل من 18 إلى 15 فما دون إذا كانت من 18 إلى 15 هذا يعتبروها بالمائلد إذا قل من 15 يعتبروها بالمودرة يعني بالمتوسطة الشدة إذا قل أكثر بعد بكثير إذا هذه الحالة تكون شديدة يعني كل ما قلت البايكاربونيت إذا معناها الحامضية زايدة فمعناها الأمور أخطر بكثير كيتون أو سيروم كيتون رح يكون بوزيتف يورين كيتون رح يكون بوزيتف والهايدروكسي بيوتريت اللي هو أهم واحد نقيسه بالكيتون بوديز رح يكون عالي جدا في حالة الدائبتك كيتو أسيدوسيز فراح نشوفها سنرجع نعيد زيادة كبيرة بالغلوكوز نقصان بالبي ايش نقصان بالبي كاربونايت أكثر الحالة أقام من 15 سيادة بالكيتون بالدم سيروم يعني بالدم يورين يعني بالبول يورين كيتون يكون بوزيتف فراح نلقى الكيتون موجود الكيتون بوديز بكل مكان البتا هيدروكسي بيوتريت أكيد وطبعا الأنمين قاب اللي تكلمت عليه بالبداية يا إما رح يكون أكثر من عشرة وهذا يعتبروا ما يرد إذا كان عشرة أو أكثر من عشرة ما يعتبر جدا زيادة أو يكون يصل لحد أنه يكون أكثر من 11 هذا الأنمين قاب طبعا هذا ملي إكوبلنت على دي سي ملي إكوبلنت على دي سي لتر اللي هي قلنا فرق بيانات الموجبة وسائل طبعا كل مكان الفرق كبير جدا معناها أن تخسر عن بايكاربونيت أكثر يعني معناها حالة أسيدوسيز أشد فالأنيون قاب مهم جدا وهذا قلنا الأنيون قاب أسيدوسيز هذا مو أسيدوسيز أو تحمض ما بي أناون قاب لا هذا تحمض بي أناون قاب شديد ولذلك هذا دلالة على هذا النوع من تحمض الدم أو دايبة كيتو أسيدوسيز فهذا اللاب فاليوز اللي راح نلقاه فبالتالي احنا استشخصنا مريضة عند دايبة كيتو أسيدوسيز هسه راح نمشي على المانجمنت الآن وصلنا المرحب بالفيديو اللي أشرح لكم شون نسوي مانجمنت لهذا المريض أو كيف ندير الحالة وشون نسوي تريتمينت علاج لهذه الحالة بعد أن شخصناها طبعا راح أشرح لكم استراتيجيات اللي راح نتبعها وبعدين راح أدخل لرغة الأرقام لأن شوية اللغة الأرقام تكون معقدة فأريد أن أبطيكم المبداد الأساسية اللي تفهمون من عدها شون ممكن تديرون هذه الحالة وبعدين راح أكمل لكم بالقايدلاين اللي راح نعتمد نعتمد في مثل هذه الحالة شوية صح هو معقد يعني راد لأكثر من مرة تراجعوا لكن بالنهاية راح تستطيعون نتفهموا إذا أنت كنت شخص ما لك علاقة بالمجموعة الطبية ممكن لي هنا أنت تكون فهمت المبادئ الأساسية لهذا المرض إذا تريد تكمل شوف التريتمنت راح تستفاد أيضا من عدها لكن إذا أنت كنت شخص في المجموعة الطبية ومرتبط بعلاج مثل هذه الحالات فأنصحك أن تكمل فيديو للنهاية حتى تفهم كيف راح تسوي مانجمنت كاملة لمثل هذه الحالات فهنا راح أشرح مبادئ الآن ماكو شي صعب لكن تعقيد شوية راح يكون في نهاية الفيديو لما راح أشرح الأمور بلغة الأرقام طيب شو ندير الحالة أهم شي عندنا نعرف أن هذا المرض يبدأ يعاني من ديهايدريشن شديد أو جفاف الديهايدريشن راح يسوي حالة هايبو بروفيوجين قلة أرواء لأنسجة فبالتالي أنت راح أعضاء جسمك يوصلها دم قليل نتيجة لانخفاض ضغط الدم هذا راح يؤدي لك الهايبو بروفيوجين وبالخص المن الكلية هذا الدم وهذه الكلية تمام فإذا أنت صار عندك هايبو بروفيوجين الكلية دم أقل دا يوصل الكلية الكلية كانت تطرح لك كميات الكلوكوز أو السكر العانية في اليورين فإذا بدأ ما يوصلها دم بالتالي كيف راح تطرح لك هذا الكلوكوز فرح يتراكم أكثر في الدم وبالتالي أدلك لحالة ديهايدريشن أكثر وتستمر الحالة فأهم حالة نسويها الآن أنه نكسر حالة الجفافة اللي صارت واللي راح تأدي لك الانخفاض ضغط الدم والهايبو بروفيوجين ولننسى أنه الديهايدريشن أو الجفافة أيضا راح يمنع لك خروج الهايدروجين من الكلية وبالتالي الكلية تحاول توازن أن تطرح هايدروجين فبالتالي تخلصك من حموضة الدم تخلصك من حالة الأسيدوس يعني إذا الكلية تكون شغالة بشكل كبير راح تأدي لك إذا تتخلص من الكلوكوز تتخلص من الهايدروجين وبالتالي تحاول تحسن كثير من حالة المغير فمن أهم استراتيجياتنا راح تكون أنه نرفع البلد براشر نزيد ضغط الدم لكن حتى نوصل لهذا الشي لازم ننطي سوائل شنو السوائل راح ننطيها؟ أكثر الحالات راح نستخدم النورمال سالاين اللي هو تركيز كلوريد السوديوم بنسبة 0.9% النورمال سالاين مهم لأن يحافظ لك على تركيز السوديوم بالدم إحنا من نريد نزيد السوائل يعني من نريد نزيد فقط الماء يعني من راح ننطي ماء فقط للدم لأن إذا زيدنا الماء وحده هذا الماء راح يسوي لك تخفيف للدم اللي أصلا مخفف لأن احنا نعرف من الشرح الشرح كانت أصلا منخفضة فتخيل أنت بس تضيف ماء ما تضيف إياه صوديوم فقط ماء بالتالي راح تخفض نسبة الصوديوم بعد بكمية أكثر وهذا خطر لأن هذا الصوديوم لما راح يتخفض بالدم راح تقل بضغط التناضح للدم أي قدرة الدم على المسك بالماء راح تقل وبالتالي الماء أغلبها راح يتسرب إلى الأنسجة تيشيو وبالتالي راح يديلك إلى أديمة وذمة راح تتجمع الماء بهذه الماء وخاصة موين خطرها بالدماغ راح يديلك إلى سيربرال فمن الخطأ أنه نمطي ماء واحدة فلازم نمطي كلوريد الصوديوم بمحلول كلوريد الصوديوم اللي نسميه normal saline هذا normal saline راح نمطيه في هذه الحالة بالبداية بعدين عدنا طبعا أنواع من normal saline 0.45 وغيرها راح نجي على القايدلاين وفهمكم ليش راح نمطيها لأننا راح نعوض الصوديوم لكن بالمقابل ما راح نحول المريض من هايبوناتريميا قلب الصدم إلى هايبوناتريميا ليش لأن إذا حولنا المريض من هايبوناتريميا مباشرة بشكل سريع إلى هايبوناتريميا أو نسوي fast correction يعني تصحيح سريع للصوديوم مرة واحدة من هايبوناتريميا إلى هايبوناتريميا لأنه هذا راح يؤدي لك إلى مشكلة بالدماغ المشكلة الأولى كانت لما قل الصوديوم كان ممكن يصبح عندك قديمة أما لو زاد الصوديوم راح نشف الدماغ راح نسوي حالة أتروفي أتروفي بالدماغ وخاصة راح تصبح عندك حالة دي ماي لينيشن راح تصبح عندنا سندروم نسميها وزموتك دي ماي لينيشن سندروم كانت قبل تسمى بسنترال بونتين سندروم أنه كانت تصبح منطقة في الدماغ لكن هسا عرفنا أنه كل الدماغ راح يتأثر وراح يصبح دي ماي لينيزيشن يعني راح تروح طبقة الماينين وبالتالي الدماغ راح يفقد قدرة على توصيل الإعازات العصبية وراح يصبح عندك مشكلة بالموتور باثوي أو مسارات الحركية فراح يصاب المونيط بشل الرباعي والحركة الوحيدة راح يرسوي أنه يرف جفن العين فما تريد تروح لهذه السندروم أو ديمالينيزيشن سندروم أو سنترال بونتين سندروم فما تريد توصل إلى هذه الحالة فما تريد تغير السوديوم إلى من هايبو إلى هايبر مرة واحدة فهذا نتذكره طيب فأسه أحنا عرفنا من أهم استراتيجياتنا أنه نزود الفلويد أو السوائل من خلال أعطاء نورمول سلاين أو بعدين أيضا سلاين بنسبة 0.45 مهما راح نرجع لها هذه لكن بالبداية راح ننطي نورمول سلاين حتى نرجع السوائل ليش؟ لأن حتى نزيد 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 للكلية وبالتالي راح نزيد من طرح الجلوكوز باليورن وراح نزيد من طرح الكيتون وبالتالي أيضا راح نزيد من طرح الهايدروجين ونقلل أسف نزيد الـ pH يعني نقلل من الحامضية بالدم فهذه استراتيجياتنا فهذه مهمة جدا حتى نراعيها في حالة الكيتون فأمشي نبدأ بالفلويد لكن من الخطأ أنه تبدأ مباشرة بالإنسولين قلت لكم أصبروا علي تفهمون ليش؟ لأن هذا التغير المباشر للإنسولين راح يدير لك لمشاكل كثيرة فلذلك ما يصر مباشرة نعطي إنسولين لأن هذا ممكن راح يدير تغير سريع في تركيز الآيونات بالدم فلذلك من الخطأ أعطاها مباشرة وأكو بحث قريتا منشور لأحدى الجامعات البريطانية كان يتكلم على أنه نسبة حدوث السربر الأديمة أو الودمة عندما تزداد مع الاستخدام الإنسولين بالساعة الأولى من الدابة كيتو اسلوس أول من المانجمنت فهذا مهم نتذكر أخر الإنسولين مو مهم لا تخاف مو إلا تعطيه بأول دقائق لكن نتذكر أهم شي تنطي فلويتس هذا لازم نبدأ بيه بعدين نروح ونكمل تكلمنا على السؤال الآن شنو نتكلم أيضا على البوتاسيوم البوتاسيوم احنا عرفنا أنه من الشرح نسبة البوتاسيوم راح تبدأ تنزل راح يصد عندنا هايبو كايليمية ليش راح تنزل نسبة البوتاسيوم لأنه راح نبدأ نفقده باليورن وأحنا أصلا نفقد هذا البوتاسيوم من مخزوننا داخل خلايانه بسبب حالة الأسيدوسي فلح صد عندنا هايبو كايليمية طبعا نسبة الطبيعية هي 3.5 إذا صرنا 3.3 في هذه الحالة هايبو كايليمية من الخطأ أنت عندك بوتاسيوم بنسبة 3.3 وتبدأ تنطي إنسولين طبعا هذا يختلف من حالة الأدولت يعني إذا كان أقل من 20 سنة و راح نجيله بالقايدلاين لكن الفكرة أنه إذا عندك هايبو كايليمية شديدة من الخطأ تبدأ بالإنسولين الإنسولين يش راح يسوي؟ حتى تفهمون الفكرة من الموضوع لما إحنا كان عندنا أسيدوسيز الخلايا خسرت كمية كبيرة من البوتاسيوم بالدم لأنه كانت تعطيه حتى تأخذ مكانة هايدروجين حتى كانت تأخذ مكانة هايدروجين وتحاول تخلص الدم من الهايدروجين فكانت تفقد كمية كبيرة من البوتاسيوم فصار عندك طبعا بالأخير فقط تبليون صار عندك هايبو كايليمية بس شوفوا اللي راح يسر لما ننضي إنسولين الإنسولين الإنسولين أحد اللي يسويه أو الأشياء اللي يسويه أنه مو فقط يدخلك الكلوكوز للخلايا يدخلك البوتاسيوم يرجع البوتاسيوم يدخله إلى الخلايا طبعا منين راح يدخله؟ من الدم طيب انت شوفوا إياه هذا تأثير الإنسولين إنسولين يعني مو فقط يدخلك الكلوكوز وإنما يدخلك أيضا البوتاسيوم طيب راح تقول لي شنو المشكلة؟ خلني نرجع البوتاسيوم اللي أصلا كان المفروض يكون داخل الخلايا عالي من الدم ما هو أنت أصلا كان عندك هايبو كايليمية اللي انفقدت أغلبه باليورن زينا تخيل أنت كان عندك نقص بالبوتاسيوم الآن أنت رجعته بشكل كبير إلى الخلايا طيب الدم مش راح يبقى به بوتاسيوم راح تلقي النوبا خفاظ شديد بالبوتاسيوم ورح تصبح عندك هايبو كايليمية وهذه خطرة لأنها ممكن تؤدي إلى أرثمية طبعا إذا كانت بمقدار قريب ما راح تأدي لك إلى أرثمية لكن إذا كانت شديدة راح تأدي لك إلى أرثمية وعدم انتظام ضربات القلب وخاصة في أرثمية مشاكل أو يعني مشاكل في الرثم في الانتظام القلب أو ضربات القلب في البطينات وبالتالي ممكن تؤدي لك إلى مشاكل كبيرة فلذلك نتجنب السفير هايبو كايليمية لذلك ممنوع تنطي إمسولين إذا ما تصلح البوتاسيوم كيف راح نصلح بوتاسيوم راح ننطي بوتاسيوم كلورايد أو ننطي بوتاسيوم فوسفيد قسم يفضلون البوتاسيوم فوسفيد قسم يفضلون بوتاسيوم كلورايد أكو فكرة معينة راح تفهموها بعدين لما شرح لكم بالقايدلاين بس المهم نعرف أنه ممكن ننطي بوتاسيوم كلورايد حتى نعوض على نقص البوتاسيوم اللي صارت بالجسم فلما نسوي طبيعي نرجع البوتاسيوم إلى الطبيعي يعني أكثر من 3.3 وأكثر مو أقل من 3.3 نرجع مثلا 3.5 ممكن بهذا الطريقة لما ننطي بوتاسيوم ونرجع البوتاسيوم بشكل طبيعي الآن حتى لو نطينا إنسولين وجزء من عندن فقط دخل داخل الخلايا لكن راح يظل جزء كافي بالدم وما راح نتحول إلى سفير هايبو كاليمية فهس البوتاسيوم الآن أيضا دخل بالمعادلة فبدينا بالفلود الفلود 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 الآن بوتاسيوم طيب بعد ما ضبطنا البوتاسيوم هسا شنسوي هسا نجي على محبوب الجماهير اللي هو الإنسولين طيب الإنسولين الإنسولين الشون راح نعطيه أغلب الوقت راح نستخدم regular insulin regular insulin طبعا الإنسولين إذا تنطي أنت intra muscular أو subcutaneous تحت الجلد أو بالعضلة أو IV ما راح يفضل احنا نفضل نستخدم IV drip يعني أنه نخليه بمحلول ونخليه ظل يقطر في الوريد حتى ينطيك steady state حتى ينطيك نسبة ثابتة من الإنسولين مستمرة بالدم الإنسولين عمره بالدم وهذا الرجل الإنسولين عمره بالدم دقائق محدودة فبالتالي إذا كانت تنطيه جرعة واحدة من الإنسولين راح تسوي تغيير مباشر تغير ورح يرجع مرة ثانية ترجع الحالة وبالتالي احنا صح بالبداية راح ننطي بولس بولس إنسولين ممكن ننطي هذا البولس إنسولين سبكوتينيوس أو انترمسكو رغم أغلبية ما يفضلون هذا الشيء ممكن IV كمية قليلة من الإنسولين راح ننطيها بولس وبعدين راح نسوي المنتيننس دوز اللي راح تكون بشكل IV دريب أو انه نخلي قطرات تنطيك إنسولين بالمحلول فراح تنطيك إيش؟ لمدة مستمرة على الساعات راح نظل ننظم دخول الإنسولين فهذا راح يكون أو الـ IV إنسولين هو راح يكون بهذا الشكل راح نخلي إلى شكل محلول داخل محلول وراح نخلي هذا المحلول يجري على مدة معينة وراح يظل ينطي تركيز معين للإنسولين بالجسم فبالتالي لما راح ننطي إنسولين طبعا هو هذا العلاج الحقيقي للـ DKA لكن ما قدرنا من البداية ننطي إليه ما راح ننسوي Fast Correction ما راح نغير بشكل سريح حتى لا ننسوي مشاكل مثل الـ Hypokalemia والسرباء الأديمة طيب هو هذا الحل الوحيد ليش؟ لأنه هو هذا الإنسولين راح يوقف تحول الفريفاتي أسد إلى كيتون وبالتالي إذا توقف الكيتون خلص توقفت الحالة من أساسه فهو هذا الحل النهاي فإحنا بالأخير لازم ننطي إنسولين لكن قلنا نبدأ صح نمشي صح نحافظ على البوتاسيوم وبعدين ننطي إنسولين من القيمة الطبيعية وأيضا مباشرة راح يبدأ يقل لـ Glucose Glucose راح يبدأ يقل طبعا هناك تارجت يختلف حسب المراجع قسم يقول لك التارجت لميتين ميلي جرام قسم المية وخمسين ميلي جرام على دي سيتر لكن الأفضل بالقايدلين شفتها أنه تخليه من ميتين إلى ثلاثمية رغم اختلاف كبير بين المراجع لكن هم ما بيها ترى هذه المانجمنت ما بيها أنه أبيض وأسود مية بالمية لازم تعرفون هذا الشيء هذا الشرح اللي دعا شرحه بعد جهد كثير وتعمه كثير في الدراسة يلا الله وصلت لهذه الأرقام رغم أنا أعرف أنه كثير من ممكن يشاهدون الفيديو اللي عندهم اختصاص بهذه الأمور ممكن يختلفون بكثير من الآراء وهذا حقهم لأنها لا يوجد مية بالمية على نسبة الصوديوم ولا نسبة البلوكوز قد تكون مية بالمية يلا نبدأ نسوي هذا الشيء يلا لكن بشكل أساسي من ميتين إلى ثلاثمية ليش اخترت ثلاثمية لأنه إذا خليت البلوكوز أقل راح يصير صعب عليك وتحول إلى هايبوغلايسيمي أنه ترجع الصوديوم أنه تزيده مرة ثانية فإذا كان بحدود ميتين إلى ثلاثمية لك قدرة المناورة تقدر تسوي بها زيادة أو نقصان حسب الحاجة اللي أنت تحتاجها وبالتالي إذا أقل راح تقدر تزيده ما راح يكون ناقص جدا لكن إذا كان ميتين أو مية وخمسين فممكن مباشرة تنزل أكثر من اللازم يصير عندك حالة هايبوغلايسيمي يعني نتحول من هايبوغلايسيمي زيادة بالغلوكوز إلى قول الله بالغلوكوز مباشرة والهايبوغلايسيمي ستقدر لك إلى سيجرز ويدخل المريض بحالة نوبات رعشات ارتجافية خطرة وسيجرز ويعني أمور خطرة راح تصير للمريض فمريد يوصل لحالة الهايبوغلايسيمي فطبعا إحنا ويما ننطي انسولين أيضا شرح نبدأ ننطي راح نبدأ ننطي شغلة اسمة ديكستروز ووتر سلوشن يعني محلول مائي يحتوي على سكر على سكر داخله دي فايف دابليو اللي هو شو ديكستروز فايف ووتر يعني 5% خمسة بالمية من هذا المحلول يحتوي على ديكستروز اللي هو سكر واضح فرح ننطي سكر ممكن إذا شفنا قربنا أكثر إلى الهايبوغلايسيمي نبدأ نرفع الدوز إلى دي تين دابليو ديكستروز 10% بالووتر بهذا الشكل نبدأ نزيد يعني راح ننطي انسولين طبعا هي كاباقراف معين يرمزولها أيضا أو يرسموها أنه أنت إذا عندك هذا طبعا الكونسنتريشن وهنا نتايم الوقت هذا التركيز وهذا الوقت فإذا أنت كان عندك أصلا الكلوكوز عالي جلوكوز عالي فلما تبدأ تنطي انسولين مباشرة راح تلقى انخفاض سريع إلى في أول ساعات وبعدين انخفاض تدريجي ويبدأ ينخفضه طبعا لو تركته بدون أي شيء مجرد انسولين راح ينخفض انخفاض شديد جدا وراح يدخل المريض في حالة هايبوغلايسيمي شديدة فاللي راح نسوي شنو أنه راح نظل محافظين على أعضاء الانسولين واحد يقول لي زين إذا رجع الكلوكوز بحدود الطبيعي ليش دا نظل نستمر انسولين نمطي ليش ما نوقف الانسولين وخلص نخلص من المسألة ما هو خلص حلينا زيادة الكلوكوز أقول لك المشكلة في الدائبة الكيتواتسيدروسيس ما كانت من الأصل زيادة الكلوكوز كانت زيادة الكيتون وإذا وقفنا الانسولين خلص الكيتون ما راح يتوقف لأن الحل الوحيد حتى نوقف الكيتون كان الانسولين وبالتالي محتاجين نمطي انسولين فاللي راح نسوي شنو حتى لنخسر المريض وليتحول لهايبوغلايسيميا ويما راح نمطي الانسولين ونشوف نزول الكلوكوز بشكل كبير راح نبدأ نمطي ديكستروز فبالتالي الديكستروز راح يعادل ويوصل للمرحلة اللي احنا نريدها فبالتالي راح يظل نسبة السكر ثابتة بالحد المطلوب اللي احنا نريده بالدم ويوجود انسولين وبالتالي لا خسرنا الانسولين ولا خسرنا الكلوكوز بالدم وبالنهاية الانسولين هو اللي راح يحلك الكيتو أسيدوسيس وبدون الانسولين ما راح تحل المشكلة لكن من الخطأ تعطيه في البداية قبل ما تمشي بالguيدلين مثل ما اذكرته الان راح اشرح لكم القايدلين بارقامه هذا فقط كان شرح للمعلومات الان طبعا راح اكمل لكم الشرح لهذه المانجمنت او كيف راح تكون بالتفصيل هذا قايدلين جبت من الامريكان فاملي فيزيشن نشرو على دايبته كدوس دوسز لبحث معين جبت من عنده هذا المانجمنت فتقدرون تطلعون عليه اللي راي تابعني على اليوتيوب راح يلقى رابط في وصف الفيديو مباشرة يقدر يتابع من عنده المقال يقدر ينزله ويقرأ على كامل المسألة ايضا يستفاد من عنده طيب خلي نجي على المانجمنت طبعا بيها فروقات بسيطة بينها وبين الاطفال هس راح نشوفها بالنسبة اذا المانجمنت شخص ادولت يعني بالغ وصار عنده دايبته كيتو اسيدوس فيعني بالبداية راح نبدأ اللي نسوي انه يعني راح بعد ما تأكدنا انه عنده دايبته كيتو اسيدوس لازم بشكل سريع نبدأ بانه نعطي نورمال سلاين وتذكر ومن الشيء راح قلت لكم انه اهم شيء الفلويد اهم شيء نعادل ونرجع السوال حتى امرجع ضغط الدم والبروفيوجين للكلية لانهي اللي راح تخلصنا من الكيتون وايضا راح تخلصنا من القلوكوز متراكم بالدم وطبعا السائل راح نعطيه هو نورمال سلاين بتركيز 0.9 لانه مرد نستخدم سلاين اكثر تركيزه وبالتالي راح يزيدنا الصوديوم بسرعة ونفس الوقت مرد نستخدم محلول يحتو على تركيز قليل من الصوديوم وبالتالي راح يخلينا المحلول اكثر يتخفف يستخدم المحلول وبالتالي يزيدنا فرصة انه هذا الماء الزايد يتراكم بالانسجة ويؤدينا الى اديمة وبالاخص سربر الاديمة فرح نستخدم اشغل تقريبا بالساعة الاولى راح ننطيه لمدة ساعة في البداية هذه الساعة الاولى راح تكون غيرا واحد لتر او 15 الى 20 طبعا ماكو رقم مثالي لكن هي من 15 الى 20 حسب حالة المريض مل يعني ملي لتر بير كي جي للكيلوغرام الواحد فانت شوف وزن المريض كم اضرب 15 او 20 ولاده ما نحتاج 20 يعني بهذا المعنى 15 ممكن يعني هذا الرقام مو مثالي لكن بهذا الرنج تقريبا واحد لتر بالساعة الاولى راح ننطيه او من 15 الى 20 ميل بير كي جي فنضرب في وزنه ونشوف شقد راح ننطيه له في الساعة الاولى طيب بعد ما نطيناها في الساعة الاولى خلينا نبدأ بالايفي فلود راح نبدأ المرجم نشوف شو راح نسوي وراء ما نطيناها نطيناها المريض 0.9 نورمال صلايم بالساعة الاولى نشوف الهايدريشن شوف حالة المريض اذا كان هايبوفوليميك شوك تاخل في صدمة وعائية وصار عندها هايبوفوليميك شوك شنسوي نكمل عن نورمال صلايم لانه هو احنا نريد محلول بنسبة صوديوم وهنا متعادل حتى ليس يتغيير مباشر لكن بالنهاية ايضا يضيف صوديوم للجسم ويحاول يزيد نسبة الصوديوم بشكل بسيط وتدريجي طيب مش قد راح ننطي راح ننطي ايضا واحد لتر للساعة يعني لكل ساعة واحد لتر الى ان راح يصير كورركشن للشوك الى ان اعراض الصدمة تروح وايضا نشوف البراد براشر رجع بشكل طبيعي فراح من عندنا الشوك فبالتالي نعرف انه اشتغلنا صح طيب اذا كان الشخص مالد هايبوتينشن شوي عنده انغفال بالضغط او كان نورمال ضغط الدم الى نورمال مداخل بشوك شنسوي نشوف الكركتد سيروم صوديوم نشوف طبعا هذا مو فقط الصوديوم هذا كورركتد سيروم صوديوم الى معاندلة خاصة لسا ما راح اشرحها لكن نشوف نسبة الصوديوم في الدم او البلازمة اذا كانت طبيعية او هاي يعني زادت نسبة الصوديوم نسبة الصوديوم شن اللي راح يصير طبعا بهذه الحالة احنا هنا مصن لزيدنا الصوديوم بكمية وهذا احنا مريض يستمر لأن هذا خطر لأنه إذا غيرنا الهايبوناتريميا اللي صار لها مدة بالجسم إلى هايبوناتريميا مباشرة ممكن يؤدينا إلى أوزموتك ديمايولنيشن سندروم فمريض هذا الشيء يصير بعدين يصير عندنا تشل الرباعي بالمريض بس يقدر يرمش أو فقط جفن اللي راح يقدر يتحرك فنحن مريض ندخل لهذه الحالة فطبعا شنو مريض الصوديوم أيضا يصعد أكثر من اللازم يتحول من هايبوناتريميا إلى هايبوناتريميا راح نسوي راح نقسم نسبة الصوديوم اللي كنا ننطيها اللي هي كنا ننطي 0.9 من الصوديوم الآن مدام احنا وصلنا صوديوم طبيعي أو زاد نبدأ نحاول نخفف راح ننطي 0.45 يعني مو 0.9 لا 0.45 ناك أو محلول كلوريد الصوديوم سلاين بتركيز 0.45 طيب بشقدر الريت أو بشقدر مدة اللي راح ننطيها أو كيف راح ننطي من 4 إلى 14 مل يعني الكمية راح ننطيها من 4 إلى 14 مل مثلا نقول 10 في مثلا وزن 60 10 في 60 هذه 600 كيلوغرام أعصف 600 ملي لتر 600 ملي لتر من الصوديوم بتركيز أو محلول الصوديوم بتركيز 0.45 ما راح ننطيها لمدة ساعة depending أو per hour يعني هذا لمدة ساعة هذا المحلول اللي حصلنا depending on hydration هنا ماكو قيمة ثابتة نشوف جد الhydration للمريض أحتاج أكثر نستمر أكثر لا جقل نوقف بهذا الشكل فهذا نعرف طيب إذا كان الصوديوم لو إذا كان نسبة الصوديوم قليلة ش راح نسوي راح نستمر لأنه احنا أيضا ما نريد فقط ننطي ماء فبالتالي لازم نستمر ننطي صوديوم وإلا المريض راح يتحول إلى السرب الأديمة راح يتجمع السوائل مو فقط طبعا في الدماغ ممكن ستحول إلى كل من رأي أديمة لأن هذا السائل قفيف التركيز راح ينتشر ويروح فإحنا محتاجين يزيد النظوحية بالدم فاش راح نسوي في هذه الحال إذا الصوديوم كان نازل راح ننطي أيضا نور مرسلين شوفوا أيضا ما زيدنا أكثر ليش خوفا من أنه ما نريد نحاول من هايبوناتري من هايبوناتري نستمر عن نور مرسلين بنفس الفكرة من تركيز من أربعة إلى الجرعة من أربعة إلى أربعة عشر مل بر كيجي يعني لكل كيلوغرام أربعة أو أربعة من أربعة إلى أربعة عشر مل نفرض عشرة في مثلا وزن الشخص ستين فعشرة في ستين ستميت مل هذا للساعة الواحدة فكل ما أنت استمرت أكثر فيعني نفس الفكرة لكل ساعة يعني لكل ساعة تقريبا هذه الكمية نفس الحالة اعتمادا على الهايدريشن أو على حجم اللي محتاج المريض طيب رما أنت رح تنتي سوائل أوتوماتيكيا رح تبدأ تخسر الكلوكوز باليورن طيب أنت الآن لش وقت رح تستمر عندما يكون الكلوكوز وصل لميتين طبعا هذا قلت لكم هذا طبعا يختلف المراجع فما رح أقول أنه هذا الرقم هو المثالي لكن كمثال تفهموا من عنده إذا مرد إحنا السكر ينزل فوق اللازم لأنه هذا المشكلة رح تأدينا لأن الإنسولين رح نزلنا سكر أكثر فإحنا لازم نوازن نسبة السكر فلما نصل إلى 250 ميلي جرام أو أقل هنا رح نبدأ نضيف 5% دكستروز نبدأ نضيف سكر حتى نرجع السكر بالدم ويمنو 0.45 نا تمام طبعا أنت رح تقول هنا كانت 0.9 لكن الفكرة أنه لما توصل هذا خلاص نتساويت الان صار عندك نسبة صوديوم كافية مو عالي لكن كافية فنستمر ويا دكستروز ومحلول NACL أو سلاين بتركيز 0.45 طبعا إلى أن تتغير أو إلى أن تتعادل الميتابوليك كونترول until الميتابوليك كونترول إذا نسيطر على الحالة فأتصور بعض حصارة المسألة طيب هذا بالنسبة للسوائل وكيف ننطيها طبعا المريض إذا كان عنده كارديوجينيك شوك راح نعالجه ككارديوجينيك شوك ونحاول نسوي له هيمو دايناميك ستيبل بعدين نكمل العلاج هذا إلى شرح خاص به ككارديوجينيك شوك طيب الإنسولين الذكروا قلت لكم الإنسولين إحنا ما راح نبدأ به ليش لأنه دائما لما تبدأ بالنسولين راح يسوي لك fast correction وراح يخربط لك بالأخص نسبة البوتاسيوم بالدم فإحنا خلينا نروح على البوتاسيوم أول مرة وبعدين نرجع للمسولين البوتاسيوم إحنا مثل ما نعرف كان قليل بالدم بالنسبة لل دايبيتس لأنه البوتاسيوم راح يخرج من الخلايا وبالتالي يطرح من الكلية وحال حال الأوانات البقية راح يبدأ يقل بالدم وبالنهاية إحنا هذا مو فقط خسرنا البوتاسيوم الموجود بالدم لا خسرنا البوتاسيوم ومخزون البوتاسيوم اللي كان موجود بالخلايا أيضا فالتوتال بودي بوتاسيوم كله نزل فإحنا لازم نشوف إذا كان البوتاسيوم أقل من 3.3 ملي في الأدولت لازم إيش ما ننطي إنسولين hold إنسولين ليش؟ لأنه إذا أنطيت أنت إنسولين وهو أصلا بوتاسيوم 3.3 يعني أنت ممكن دخلت المريض في سفير هايبوكاليميا حالة انكفاض بوتاسيوم شديدة راح تأثر على القد ممكن نؤدي لأريثمية فأنا من ريد نحن نوصل لهذه المسألة طيب ش تسوي أنت راح تنطي 40 ملي اكوفلنت من البوتاسيوم بالساعة الواحدة 40 ملي اكوفلنت من البوتاسيوم بالساعة الواحدة إلى أن يصل البوتاسيوم إلى 3.3 بعدها تقدر تنطي إنسولين طيب إذا كان أصلا البوتاسيوم 3.3 إلى مستوى 5.0 يعني 5 ملي اكوفلنت على لتر طبعا مباشرة هنا تقدر تنطي 20 إلى 30 ملي اكوفلنت حتى تحافظ عليه لأنه راح ينزل بعد ما تنطي إنسولين لكن بالنهاية راح تبدأ تحافظ عليه وهذه حالة تقدر تنطي بها إنسولين مو كل خطيرة تخوف بهذه الحالة لأن أنت عندك بوتاسيوم فتنطي هذه كمية البسيطة حتى تحافظ على البوتاسيوم لما تنطي إنسولين طيب إذا كان أكثر طبعا إذا كان أكثر من 5 بهذه حالة هو أصلا المريض هايبركليمية فهنا ما تحتاج تنطي بوتاسيوم عندك البوتاسيوم وإنت مشاعر بي فلازم تشوف كل ساعتين تراقب المستوى وتشوف إذا رح ينزل أكثر من هذا الرقم وأكثر رح ينزل فلازم تعالج حسب الحاجة طبعا وذكروا هذا طيب نرجع على الإنسولين وقلنا الإنسولين يعني إلى أن البوتاسيوم يكون ثلاثة وثلاثة ووقف الإنسولين يعني ما تريد تسوي سفير هايبو كليم طبعا أول ما رح نبدأ رح ننطي البولاس الإنسولين يعني الجرعة الأولى من الإنسولين يخلي نقول طبعا أنا يفضل هذا المسار اللي نستخدم بالآيفي بس ما يشوفون هذا المسار أنه ممكن تطيس بكوتينيوس أنتر ماسكر هذا حسب كل إنسان والتفكير الخاص وممكن الطريقة اللي يفضل بيها فهي بيها اختلاف ما رح أقول أنه خلاص رح أحسن أنا كل شي هنا لكن أنا أشوف أنه هذا الخيار الأحسن لأنه أكثر سريع الوصول بالنسبة للدم طيب رح ننطي IV بولاس ريجولر إنسولين ننطي الريجولر إنسولين بتركيز 0.15 يونت بير كيجي يعني الإنسولين تمام فهذا رلي يكون بولاس طيب بعدين المنتنس كم رح يكون أو شون رح نسوي له لهذا المريض ورما نطي البولاس رح ننطي يونت أو 0.1 يونت يعني 0.1 وحدة بير كيجي بير آور آي في إنسولين إنسولين رح نخليها داخل محلول للإنسولين يعني مو فقط إنسولين داخل محلول وننطيها بشكل أنه تقطر للمريض واحد رح يسألني ليش دائما ننطي بولاس مثل البداية يعني ليش آسف ما ننطي مثلا أنه نحق نرأس بالرقل إنسولين ونفضل مسألة أول شي نمر ال fast correction رح يصير هذه نقطة ثاني شي عمر الإنسولين بالدم عمر بالدقائق وبالتالي إذا تحتاج كل ساعة رح تنطي فبعمرك ما رح تحصل على steady state ما رح تحصل على كمية ثابتة بالدم أو ما رح تقدر تزيدها بالدم بهذا الشكل لأن أنت محتاج الإنسولين يكون ثابت بالدم حتى يقضي لك على الكيتو أشيد واسي فطريقة أنه فقط تنطي جرعة معينة وانتهت المسألة هذه ما رح تحلك المسألة فبالبداية انطينها حتى نسوي شوية تغيير بسيط وبعدين رح نستمر بتركيز 0.1 وحدة أو 0.1 للكيلوغرام الواحد للساعة الواحدة وهذا رح يكون انفيوجن يعني أنه انقطر للمريض IV انفيوجن طيب الآن رح تشوف انت الغلوكوز كيف رح تعرف تأثيرك ساب رح تشوف الغلوكوز المفروض الغلوكوز نسبة الغلوكوز اللي بالدم بعد هذا تقل بنسبة من 50 إلى 70 ميلي جرام لل دي سي لتر بالساعة يعني نفروض انت استمرت ساعة على هذا العلاج المفروض تشوف نسبة الغلوكوز قلت بالدم بنسبة يعني نفرض لو كانت كمثال يعني لو كانت 300 مفروض 250 كمثال يعني 50 ميلي جرام راحت فبالتالي اذا شوف دي يصير تغيير اذا انت تتمشي صح انه دي يصير تغيير طيب اذا السيروم غلوكوز ما استجاب يعني ما نزل بهذا التركيز شنسوي تقدر تسوي double infusion طبعا انا ما افضل الخيار ثاني انه تنطي بولس 10 يونت 10 وحدات من الانسولين انطلق لوكوز لانه مشكلة انه اذا انطيت جرعة اكثر من اللازم ما راح تقدر تغيره راح تبدأ تنطيق لوكوز وراح تتفوت بهواية امور لكن اذا خليت ايفي انفيوجين اليك قدرة التحكم فاتصور انه هذا الخيار الافضل حسب وجهة نظري ممكن تختلف ما اكو مشكلة بس افهموا الفكرة من عنده شنسوي double infusion hourly until glucose يعني هذا اللي كنت تسوي تسوي double من عنده بالساعة الواحدة الى انه تشوف تغير راح يصير طيب والاغلبية راح تستجيب وراح يصعدها تغير طيب لما يصير عندك تغير والغلوكوز يعني يصير يوصل لهذا الحد 250 ملي جرام بر دي سي لتر او اقل شه تسوي تستمر شوفوا هذه مهمة راح نجمة تستمر بالانفيوجين ليش لانه احنا في الدايبة كيتو اسيدو اسيد هدفنا ليس تقليل الغلوكوز هدفنا الغاء الكيتون وبالتالي التقليل الغلوكوز كناتج لأعطاء الانسولين هذا واقع لكن هو مو هدفنا الاصلي هدفنا انه الكيتون ينتهي حدا تنتهي الحالة فاش راح نستمر بالانفيوجين لكن بكمية اقل فراح تكون هنا الانفيوجين بتقريبا بين 0.05 الى 0.01 هذه حسب الحالات تتقدر للكيلوغرام بالساعة او تقدر تنطي 5 الى 20 وهذه دائما ما فضل احب انه يكون الريت بالانفيوجين احسن حتى تقدر تغير لكن على كل ممكن تنطي 5 الى 10 وحدات كل ساعتين طبعا to keep serum glucose between 150 and 200 ميلي لكن هوايا مراجعة تفضل ان يكون اكثر نسبة الكلوكوز بالدم لانه ما تريد تسوي لكوريكشن بطريقة انه يكون قليل يعني اذا وصل 150 ممكن ينزل اكثر وعد مراجعة تلحق وصعب تصير وممكن المريض يدخل في هايبو غلايسيميا وقلة بالكلوكوز وخاصة بالمرضى اللي راح يجوك في هترات متأخرة من الليل وما راح يتابعون كلش من الممرضين فممكن يصير عندهم منوع من المشاكل وايضا الدكاترا ممكن يكون يعني مشاكل يصير في الليل ممكن عندها مرضى ثانين يعني صلسه بالمسألة لو قلت اكو مجال اكثر وقت اكثر للتدخل لانه في هذه الحالة لازم نرجع نسبة الجلوكوز عالية احنا مريد المرض يدخل في حالة هايبو غلايسيميا واتصور هنا نقطة واضحة طيب فهذا بالنسبة للبوتاسيوم طبعا هذه اغلب المانجمنت طيب البيكاربونايت هنا البيكاربونايت صراحة تعتبر خيار ليس مثالي وانصحكم اذا انت كنت طالب تطبق او اذا انت كنت يعني مقيم تقدم خدمة للمرضى وجاك مريض دابتك دير بالك تقدم البيكاربونايت البيكاربونايت صراحة ممكن مضارها اكثر بكثير من منافعها لان البيكاربونايت راح تأدي لك الى شغلة نسميها انترا سيليولر اسيدوسيز حتى تفهمون شنو قصدي ان الخلايا لما ننطي البيكاربونايت اللي هي البيكاربونايت طبعا نعرف انه معادلة يعني قاعدة فرح تعادل الحامض فرح تغير لك البي ايش مباشرة من حامضي الى قاعدي فالجسم ما يستجيب للفاست كورركشن او ما يقدر يتحمل التغيير المباشر فمباشرة انت كان عندك ايونات هايدروجين عالية قلت ايونات الهايدروجين فالجسم رح يتصورك ومشكلة ادت الى ان اضاعت من عند ايونات الهايدروجين فاللي رح يسوي رح يخلي الخلايا تحول الماء الى هايدروجين وتبدأ تطرحها في الدم فهذا اللي رح يصير فراح يصير عندك داخل الخلايا انترا سليولر اسيدوسيز وهذا خطر بالنسبة للخلايا وممكن ادين لك طبعا الاسليبرال اديم وغيرها من المشاكل فاحنا مرد نسوي تحمط داخل الخلايا ايضا فهذه نقطة مهمة فالبايكرون ما تعتبر خيار مثالي لكن ايش وقت ننطي اذا كانت عندك تحمط شديد ممكن اقل من ايش من البي اش اقل من 6.9 وطبعا تحمط داخل الخلايا يعني كان البي ايش اقل من 6.9 وصراحة اني ما افضل البي كاربون ابد لانه احس انه دائما فيها مشكلة اكبر من البنفت لكن ربما في حالات الاسيدوس العالية نفطر انه نمطي باي كاربون اذا البي اش كان اقل من 6.9 رح نمطي البي كاربون لكن اذا كان اكثر فابد لن مشكلة ايضا بالفوسفات نتيجة انه لانه نفقد وزموتك دايريس ونتيجة لنقص الانسولين معظم فوسفات الجسم تحول الى مركب الطاقة ATP فالجسم بده يصرف الفوسفات لتحويل مركبات الطاقة وبالتالي قل عندنا الفوسفات طيب الفوسفات اذا قال شنو المشكلة راح تقول المشكلة انه اذا الفوسفات قل اكثر من اللازم لما راح تمط انسولين هذا الانسولين راح يسوي راح يفسفر الرسبترات المستقبلات الخاصة بالانسولين فراح يصرف فوسفات اكثر فوق ما هو اصلا ناقص وبالتالي فمرضى اللي يفوتون دايبات كيتو اسيدوس مرات يصير عنده ناقص حاد بالفوسفات نتيجة لاستهلاك بالكامل في تفعير سبترات الانسولين فوق ما هو اصلا كان ناقص في الدم نتيجة لانه جسم خسارة وبالتالي ما راح يظل لك اي فوسفات تستخدم لتكوين مركبات الطاقة والقلب هنا راح يكون العضو راح يتأثر لان القلب محتاج كمية عالية من الاتP او مركبات الطاقة وبالتالي كيف راح نقدر نولد ادينوسين ترايفوسفات او ادينوسين ثلاثي الفوسفات اللي هو مركب الطاقة فممكن يدخل في كارديوجينيك شوك ومشاكل كثيرة فطبعا هذا مو اغلب الحالات الصيبية حالات نادرة اللي تعاني من نسبة فوسفات عالية لكن اذا شفت انت نسبة الفوسفات قليلة جدا فذكر ممكن تنطي البوتاسيوم بشكل بوتاسيوم فوسفيت فوسفيت مو اللي تنطي على شكل بوتاسيوم وكلورايد ممكن تنطي بشكل بوتاسيوم فوسفيت مو اللي تنطي على شكل بوتاسيوم كلورايد حتى تقدر انه تنطي بوتاسيوم وفوسفيت نفس الوقت حتى تعوض الرقم المثالي هنا اذا كان اكثر او اقل من 1.0 ميلي غرام فر دي سي لتر اذا كان أكثر لكن إذا كان أقل فبالتالي لازم نسوي مونيتر للفوسفات فهذا بالنسبة للفوسفات الماغنيزيوم ممكن يكون أقل حدة في هذه الحالة فما راح أستأخذ بشرحة اللي حبي يطلع عليه أيضا يقدر فأكون شرحت بهذه بالمجمل الأدولت طيب هسا نروح إذا عندنا أقل من 20 سنة إذا كان شخص أقل من 20 سنة وعنده دائبة كيتو طبعا راح نسوي حال قبله وأيضا راح نبدأ نمطي طبعا كل نفس المانجمنت بالبداية نمطي فحتى أن كنت جديد متخرج من كلية الطب ومفاهم الموضوع الذكر هذا المريض بالنهاية نحن نعالج بالطب خاصة حالات الاميرجنسي نحاول دائما نثبت ضغط الدم نحاول نعالج الأي بي سي Airway Breathing Circulation نفس الفكرة وما نحاول هسا أنت بعدك بالبداية فلا تحاول تغيير كثير بأن تتمن الآن حاول تسوي Stabilization للمريض فشقد راح نمطي تقريبا من 10 إلى 20 ميل بر كيجي ودير بولك تتعدى العشرين نادر ما تحتاج ولا تحاول تتعدى العشرين من 10 إلى 20 ميل بر كيجي طبعا ليش من نتعدى العشرين نفس الفكرة ما نريد نضيف ماء أكثر من اللازم لأنه ممكن هذا الشي راح يتحول إلى أنه يدخل بالخير وسألنا نسرب للأدية ممرض بنفسه كمية صوديم تزداد بسرعة في الدم حتى لا تسوي لنا مشاكل في التركيب أو النضوحية للدماغ فبالتالي يمكن نسوي لنا Demaination وغيرها فخلي نبدأ بصفر بوينت تسعة بجرعة من 10 إلى 20 ميل للكيلوغرام الواحد هذا طبعا للساعة الأولى طبعا هذا كله وقته بالوقت ننطيها فهذا بالنسبة للساعة الأولى طيب راح نكمل على IV fluid نفس الحالة نبدأ نسوي Determination للhydration state إذا Hypofolimic shock نكمل صفر بوينت تسعة نورمر صلاين جد راح ننطي 20 ميل بر كيجي بر آور يعني لكل ساعة آسف يعني لكل كيلوغرام 20 ميلي لتر وفي الساعة الواحدة إلى أن تروح عراض الشوك ويرجع ضغط الدم طبيعي إذا عنده شوية انخفاض بضغط الدم ننطي أيضا نفسا نورمر صلاين بتركيز 10 للكيلوغرام الواحد في الساعة الواحدة هذا طبعا في الساعة الأولى طيب الآن بعدها راح نسوي replace fluid deficit every 48 hour يعني حاول تصلح الخلل بالفلويت كل 48 ساعة ويا شنو ويا طبعا يا إما 0.45 إلى 0.9 normal saline حسب حالات عندك وحسب كمية النقص بالصوديوم فبهذا شكل ممكن بس لكن لا تتعدى ولا تروح أكثر من يعني لا تروح لhypertonic solution لأن هذا ما راح يكون مفضل لأنها تزيد الصوديوم بشكل كبير بده وممكن تأدي إلى وغيرها طبعا بس ملاحظة إذا طال عندك سربر الأدية ما شنو اللي تقدر تسويه تقدر تنطي دواء المنتولي اللي هو أوزموتك دايراتيك وبالتالي ممكن يخلص لك شوية من العديمة والسربر الأديمة وأيضا إذا صار عندك لازم تنطي لفازوبرسين اللي راح يبدأ من همون الاده اللي راح يبدأ يرجع الووتر يرجع الماء وبالتالي يخفف لك شوية من حدة الصوديوم فيعني حتى أن تحافظ على هذه الحالة لكن الأفضل أنه ما توصل إليها ممكن يصير يعني خلي المرح تقدر تصلح بعد وبالتالي لاتحاول أنه توصل لهذه المرحلة فركز في كميات السادة تعطيها ونسبتها طيب إذا سيروم غلوكوز وصل 250 ملي جرام بر دي سي ليتر شو راح تسوي طبعا لازم تنطي لك سكر اللي هو دكستروز حتى شنو المريض يتحول إلى هايبوغلايسيميا وأيضا تقدر تنطي بمحلول محلول سلاين بتركيز 0.45 نفس اللي قبل والريت تكمبيت هايدريشن هاي بطبعا 48 ساعة الأولى طبعا أنت كل ما راح تنطي سوار راح يبدأ يفقد إذا وصلت أقل من 150 أو إذا وصلت بين 250 إلى 150 إيش راح تسوي في هذه الحالة راح تبدأ تزيد الدكستروز نسبة السكر فراح مكان من 5 راح تنطي 10 بالمية دكستروز يعني محلول بتركيز 10 بالمية سكر دكستروز حتى تزيد أكثر سكر وبنفس شي تقدر تنطي بمحلول 0.45 نورمال سلاين نصف قيمة 0.9 هذا المحلول في نسمة صوديوم أقل تمام فهذا اللي تقدر تسويه طبعا ورازم أيضا ترجع للإلكترولايت كل مدة من ساعتين إلى 4 ساعات إلى أن تشوف الميض صار ستيبل تمام فهذا اللي راح نقدر نسويه طيب نجي هنا أيضا نرجع على البوتاسيوم البوتاسيوم هنا شوية يختلف بس بفكرة أنه إذا كان البوتاسيوم هي نفس الفكرة لكن إذا كان البوتاسيوم هنا عندنا أقل من 2.5 فطبعا هنا راح نسوي withhold إنسولين في هذه الحال إذا كان أقل من 2.5 راح نوقف الإنسولين فرازم أيضا نرجع البوتاسيوم كيف راح نرجع إذا كان البوتاسيوم من 2.5 إلى 3.5 راح ننطي بوتاسيوم بتركيز 40 أو 60 ميلي إكوفولينت وطبعا الأفضل أن تكون بهذا الحدود أتروح أكثر من 60 ميلي إكوفولينت بر ليتر يعني لكل لتر 40 إلى 60 ميلي إكوفولينت فهذا مهم ما تحاول تزيده أكثر لأن ما تريد أنت تزيد البوتاسيوم أكثر فرح توصل إلى 3.5 ميلي إكوفولينت في بوتاسيوم فما تتزيد البوتاسيوم أكثر لأن ما تريد تحول إلى هايبركاليميا أيضا فالمهم أيضا هذا الشيء نقدر نسوي ونفس الفكرة إذا كان 5.5 إلى 5 ميلي إكوفولينت فبهذه الحالة طبعا رح أيضا ننطي بوتاسيوم لكن بتركيز أقل من 30 إلى 40 حتى نوصل إذا كان طبعا من 5 أو إذا كان أكثر من 5 ما رح نحتاج 100% ننطي بوتاسيوم لأنه أصلا بوتاسيوم عالي هذا أصلا شخص عنده هايبركاليميا لكن لازم نسوي ونراقب المريض بس نذكر هنا الرقم 2.5 للتوقيف البوتاسيوم وبالنسبة للإنسولين هنا الإنسولين رح يكون طبعا الانفوجن رح يكون ريجولر إنسولين صفر بوينت واحد يونت بر كيلوغرام بر آور لكل ساعة صفر فاصلة واحد وحدة من الإنسولين للكيلوغرام الواحد يعني من وزن الشخص بالساعة الواحدة نوع الإنسولين ريجولر إنسولين طبعا إلى أن راح الأسيدوس طبعا ليش وكتر راح نضل نمطي هذا الإنسولين إلا أن الأسيدوس راح يبدأ يقل فالبي أتش يرجع أكثر من 7.3 والبايكاربونيت وهذه مهم أهم شيء البايكاربونيت نتذكرها ترجع إلى أكثر من 11 وبالتالي صار عندنا كوريكشن بعدين نقدر نستمر المريض لازم ننطي إنسولين في هذه الحالة ماكو داعي بعد نكمل على نفس القايدلاين ممكن بعد ننطي سبكوتينيوس إنسولين ونحاول نعوضه سوائل ويستمر المريض ويخرج المريض فنذكر فإلى أن أنت توصل ل100 بايكاربونيت أكثر من 15 وبي أتش يكون طبيعي وتخلص من الكيتونز ولازم تمشي على هذا القايدلاين طبعا البايكاربونيت أيضا نفس الفكرة مو مفضلة لكن إذا كان عندك أسيدوزة شديد مو ممكن تنطيها ولكن لا أفضل أعطائها أبد لأنه الصراحة لها مظار أكثر من ممكن فايدتها وما ثبت هل قد فايدة البايكاربونيت لكن بعض المراجع أو بعض القانون يقول لك إذا كان سفير أسيدوز ممكن تنطيها فخليها ببالكم فطبعا هذا الكلام مو معناته أنه تلغي كلام الطبيب المختص أو أفكار لأنه هناك ناس أعلم من عندي يفهمون هذه الماناجمينت أكثر وبعمق أكثر هذا كان فقط كلام حتى تفهمون المسألة تعرف يصير عندك فكرة شاملة عن الموضوع تقدر تبحث أكثر وتطور معلوماتك فأتمنى لكم أنه يكون هذا الفيديو فاتكم ولو بشكل بسيط وألقاكم إن شاء الله في فيديوهات ثانية وأتمنى الشفاء لكل مرضى السكري وأتمنى لكم كل الخير يلا ألقاكم في فيديو آخر السلام عليكم